كيف حالكم جميعا؟ تعالوا نتكلم على الامان واملك الشخصي في العربية طلب مني الفيديو ده من اكتر من حد فتعالوا نتكلم فيه اول حاجة حزام الامان حزام الامان 比 الخمس مواقع في العربية celery تكونجن بسي Something يصبح صعب passe العربية كراثي لابس حزام الامان السكتة كارثة و ليه شكتة لان انتي تضع الحزام او حدواس gestellt او تضعوا طبق مميان الشيخ كارثية لان انت مجرد لكيينت اضعوا cak كله هايل فممكن في حالة الارتطام لا قدر الله الارباج تفتح وفيش حاجة مسكاك فحترتطم بالارباج اكتر وتبقى كارثية بجد مش هزار السكاتة دي مفروض يحرم بحها ده رأيي فيها بصراحة واللي يقولي اصلا انا ما بقى استحملش الحزام لا استحمل الحزام مش اخر الدنيا دي حياتك ولو انت عندك اي مسئولية في حياتك فحياة اللي حقوليك كبان مش كده يعني مفيهاش كلام الحزام الامان مفيهوش كلام هنا او هنا او هنا او هنا عندك سبع ركاق كلهم يلبسوا حتى اللي عادين في الدار القانون بيقولك اوكي اللي ساق طبعا العربية يكون لابس الحزام واللي قعد جنبه ده عندنا يعني ما بيلزمش اللي قعد ورا ولكن برضو بالمرة نكمل جميلة طيب نجي على حاجة اهم بقى كراسي الاطفال والاطفال وايه السن اللي يقعد فيه قدام والطول وحاجات كتيرة جدا هي الفكرة جاية كلها منين عشان نبقى فاهمينها من حزام الامان نفسه كل العربيات تقدر تزبط مكان الحزام تعليه او توطيه او انت طويل عايز يبقى اعلى شوية انت عايزوا ييجي على الحتة دي مش عايزوا ييجي على رقابتك ومشكلة الاطفال قصيرين شوية او مثلا تحت 12 سنة او اعتقد تحت 135 سنتي فيه دول بتقول 145 سنتي في الطول هو انت مش عايز حزام ييجي على رقابته عشان ما يبقاش سبب بدل ما يحمي الروح يعني ينايلها خالص اوكي فدا الهدف لو هو في سن ما ينفعش يقعد فيه في كار سيت يتعرفين الكار سيت يبقى قعد على حاجة اسمها بوستر حاجة بتعلي الكورسي شوية والحزام بيعدي من خلالها مجرد عشان يبقى مأمن الحتة دي ما يبقاش جاي هنا دي الفكرة كلها طيب امتى يعودوا قدام بيقولوا ناس بتختلف بس 12 سنة ممكن فوق 12 سنة فوق 135 سنتي اوكي طالما الحزام جيلوا في الحتة دي جيلها في الحتة دي الكار سيت وانت ممكن تحط الكورسي الكار سيت بتاع الاطفال هنا جنبك وتقفل الارباج اللي هنا واللي فيها طريقة كل العربيات اللي فيها ايرباج تقدر مففوض تقفل الباسنجر ايرباج اهي العربية دي فيها من فوق زرار بيقفلها تمام وتحط الكار سيت كده لو عايز ابنك او بامتك صغيرين يبقوا متسليين بمودك لو انت مفيش غيرك او انت ام مسلا مسلا او مش عايزها تزهق او فبتحاول ان انت يبقى فيه الوش والعامل الانساني معها تمام لو مش احسن مكان يعني كل الناس بتقول ورا طبعا لما بتحط الكار سيت كده بيبقى مواجه ليك انت الطفل مواجه ليك انت وبرده في الظاهر ممكن تخليه بقى عادي في البوزيشن العادي ممكن تلفه حسب مين اللي قاعد ورا ممكن مثلا لو لو الام قاعدة ورا جنب ابنها فتبقى او بنتها تبقى عايزة الكورسي دايما يعني شايفين بعض ولكن الاطفال اللي قاعدين في العربية وطولهم لا يسمح ان الحزام يجي في الحتة دي تمام يحتاجوا بوستر واللي حيبقى عالبوستر سيت ده يا جماعة لازم يقاعد ورا منفعاش البوستر سيت ده يتحط عالكورسي اللي جمع السواء اللي هو الكورسي اللي بقي الحتة الصويرة اللي بترفع تمام فده بالنسبة ل اه حزمة الامان والسكات اللي انا رأيي مفروض يحرم بحة او يعاقب عليها قانون لانها خطر طيب لو اتكلمنا على وضع القيادة نفسه اوكي دي حاجات برضو بحس فيه ناس كتيرة مش مش يعني يمكن محتاجة تسمع وجه نظر تانية او تشوف الناس بتفكر ازاي عجلة القيادة عجلة القيادة مش مفروض تكون قريبة اوي مش مفروض تكون بعيدة اوي مش مفروض تكون فارد دراعتك اوي عشان ما توجعكش وعشان ما تحملش على كتفك والحتة دي وجي لقبعد كده سليب ديسك او الرقابة من انت دايما مقدم دايما رجع ظهرك وخالي رقابتك ورا اما بالنسبة لدي فانتوا عارفين دي بتيجي وقت الازمات انها بتحمي رقابتك من اللي بيسموه الويب لاش او ان يحصل حاجة اوحش فدي مهمة اوي ما هيش عشان انت تنام عليها او تريح مش مهم ان انت تريح عليها خالص ممكن في العربيات الشيك اللي بتتلع وتتحرك وتعمل حاجات زي كده لكن انت قاعد كده مفروض المرايات كمان بيحقولها مرة كمان المرايات الجانبية المرايات الجانبية دايما خلي حتة من جسم العربية يحبز الاقرة الخلفية تبقى بينالك شوية في المراية هنا وهنا عشان تبقى عارف عربيتك انت فين من الشارع تمام والمراية دي انا شخصين بحب اجيبها في النقط العمية العربية دي فيها blind spot detection ولكن برضو ما يمنعش ان انا ايه لما اكون بغير حرة اعمل احرك رقابتي اللي بيسموه shoulder check ان انا بص من فوق كده في الحتة العمية في العربية يعني كده اوكي مش حتنام بقى في الوضع اوكي تعمل كده وتتأكد ان كله تمام طيب ده بالنسبة لي وضع القيادة متخليش العائمات مش نازم ناس تانفد قوي جوه العربية تخلي درعتها مستريحة وتخلي وضع البدلات مريح ما هيش رجلها قريب قوي تتتزبط الكورسي على الوضع اللي رياحها وتبقى شايفة الشارع وكشفه اما بالنسبة الامان العربية نفسه فامان العربية نفسه بيتلخص في حاجتين مهمين قوي هناك حاجت كتير قوي العربية دي مليانة قطع بتتحرك ولكن اهم حاجتين هم ايه الكويتش نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة هيتعشة وبعدين وراها الفرامل على طول وقوة الفرامل دي الحاجة اللي بتنقذك في المواقف الجد طبعا ياريت يكون عربيتك فيها اس بي عشان انت تعرف هي تتحكم في الوضع لو في مواقف خطر لكن عمتن القاعدة بتاعت الفرامل والكويتش كالقاتي لو انت محمل ناس كتيرا في العربية فلازم تراعي ان انت بقى وزنك أتقل فبالتالي العربية بدل ما هتفارمل في عشة متر هتفارمل في خمستاشر أو اتناشر أو تلاتاشر متر هتاخد وقت للفرامل او هترهق الفرامل فالتيول والتنابير هايسخنوا فمش هتفارمل بنفس الكفاءة دي كلها حاجات انت بتاخدها في الاعتبار وانت محمل لو انت الوحدك وزن العربية اخاف اوكي مش مشكلة ولكن الكويتش هو اهم حاجة انتوا عارفين ليه لان ده نقطة الالتصاق بالشارع لو الكويتش بتاعك مهري نفسها او الخريطة متاكلة او مش باين خالص اي حاجة من تفاصيل الكويتش بيسموها التراد يعني من الاخر كنت عملت لكم حلقة كاملة عن الكويتش وازاي تقيس التراد وتقيس ان السمك بتاع الكويتش تأكل ولا لأ وان الكويتش ليه عمر افتراضي حتى لو ما استعملتوش لازم يتغير لانه بينشف هو مادة بتنشف مع الوقت وممكن تفرول كده يعني او تضعف جدا فبالتالي تتحرك بيه شوية تلاقي كويتش اكبقى على الارض كويتش مهم جدا بالنسبة للقيادة في المية والمطر والراملة هي الحكاية فيها كومن سينس اكتر من اي حاجتاني انت متفارملش جامد مم انت عادي عربيتك فيها اي بي اس و اي اس بي وكل حاجات دي ممكن تفارمل في المية بس بلاش الكسرة بتاعت الدريكسيون خلي الدريكسيون قادل وخليك دايما مسيطر عا الدريكسيون ومفروض تسعة وثلاثة دول اهم حاجة ولكن يبقى اخطر شيء في الكوكب في القيادة في رأيي التليفون كارثة هو دا الكارثة الحقيقة يعني حوادث كتيرة جدا حوادث خطيرة حوادث غبية اللي هي تبقى ماشي ومتقشت في القدامك او خيشت فيه او ريحت فيه عشان حضرتك عالتليفون اعتقد دول ممكن ببساطة يشكلوا سبعين في المية من الحوادث ويام حوادث خطر كمان خطر بقى التليفون هو وقع هنا جنب كورسي السواق فنزل يجيبه عمل كده حصلت الحدثة سمعتها وشفتها وعرف ناس راحت كده فدي حاجة خطيرة جدا التليفون دا كارثة يبقى واصل بالعربية ايا كان بلوتوث ابل كار بلاي اندرويد اوتو لكن ما هوش وسيلة طرفيه ليك وانت سايق وزهقان من الزحمة اوكي مش هزهر التليفون دا كارثة فاي حتة في العالم لو مسكته هي مخالفة مش لو اتكلمت فيه احنا عندنا لو اتكلمت فيه مخالفة تمام لكن لو مسكته مش مخالفة لكن لو اتكلمت وعمل كده مخالفة في حتة زي مثلا انجلترا اللي انا عارفها كويس مسكته مخالفة فكل الناس اول ما يخشوا عربية بيروحوا وحطينه على حامل بتاعه وموصلينه بالنظام لو ما فيوش نظام يبقى فيه هانس ري يعني هو سبيكر بتاع التليفون نفسه او فيه ناس اللي ايوم ماشيين بيعملوا كده التليفون مش بس كارثة على اللي سايق ده فيه ناس كمان اللي بتعدي الشوارع معرفش ليه دايما بتحبكهم المكالمة وسط تعديد شارع يعني دي بقى شوفها تكرارا كتير جدا 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 بيعدي شارع 18 حارة وحضرته لازم المكالمة حبكت يا عم سيب التليفون مش بارقة ركز في اللي انت بتعمله القيادة نفس الشي القيادة في مصر صعبة لانه انتو عارفين عندنا زحمة ويعني نميل الى الفوضى فانا عايز حواسي كلها تبقى مركزة معايا مركز تمام ابقى شايف واعي تركيزي مش رايح في التليفون او استنى بقى اه وحاجات بقى عملت عليها كزا حلقة التليفون ده هو اخطر شيء على القيادة الناس لو ثابت التليفون تركزها بيتحسن جدا فبالنسبالي التليفون واحد من العوامل الخطيرة اللي الناس لازم تبقى سايباها وفيه ناس بقى اللي عندهم انظمة الترفيه ويتفرج عالفيلم لا لا عشان كده مثلا الالمان في عربياتهم بيمنعوا الحاجات دي وقت الحركة هتروح قفلة خالص ممنوعة وفيه ناس قولك اصلا اشيلتها عشان قدر تفرج عالفيلم هتفرج عالفيلم ولا هتسوق حاجات دي كلها خطر جدا وفيه ناس يعني الناس دايما حاس انها لا لا انا عشتر من كده انا بلاش بلاش تروح السكادي لانها مش كويسة فبالنسبالي التليفون كارثة سيبه في العربية ان شاء الله تخفيه ان شاء الله تقفله عندك مكالمات مهمة يبقى توصله ياما سماع وبلاش السماعتين كمان بلاش السماعتين ده كارثة اللي بيسمع مزيكا وعاد كده لاحظوا اتقمص بقى اللي بيسمع المزيكا وعاد كده حضرتك ساي معنا ولا في عالم سمسم الافتراضي انت مش سامع برضو السمع مهمة اوي الحواس كلها في العربية مهمة اوي تبقى مفنجلة عايز تسمع عربيتك عايز تسمع اللي حواليك الحواس زي مثلا لما تعالي المزيك اوي الحواس بتاعتك بتتنح شوي او بقيت مركز اوي مع المزيكا لا كل حاجة بهدوء وبعقل تمام فدي حاجات مهمة ممكن اكون لسيت حاجات كتير اوي بس دول بحس ان هم اقوى العوامل ونرجع نلخصها في الحزام الامان وان الاطفال وراء ببوستر او بكورسي او حسب طولهم لو طولهم كفاية قدام والكاويتش والتليفون تلات عوامل مهم جدا جدا والانتباه للشارقة طيب املك الشخصي في العربية ناس كتير قوي بتتكلم عليه برضو وطلبتوا مني ان انا اتكلم عليه كتير املك الشخصي هي كومنسانس يعني انا مثلا لو معايا الشنطة اه لازم اعترف لكم دي ده لانش بوكس بس انا هضرب عليها على طول ما عربش لي بحب قوي الناس اللي ماشي بشنطة عشان ما عربش ما علينا مش حاشف ايليه دخلنا في الموضوع ده اوكي لانش بوكس بتاعت العيل انا ضارب عليها العيل اللي بتحط فيها اللانش بوكس طيب حاجتك الشخصية يا تحطها في حتة مخفية يا تحطها في الحتة الاسفل الكرسي السواء عشان ما تبنش ولو ازازك مفتوح ما يقدرش كمان ايه يوطي اخدها اي حد في اشارة وده ينطبق على التليفونات وينطبق على اي حاجة غالية عندك الستات اللي لابسين مجوهرات او 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 حاجات دي برضو ممكن ايه تبقى عرضة انها الناس عايزة تاخدها فلزن نركز في الحتة دي اوي اه بالنسبة لمثلا واحد بيزور البنك او عنده زيارة شهرية للبنك في وقت ومعاد محدد ياريت تحاول ما تركنش في نفس المكان ما تخليش الروتين على طول هو هو بالظبط لان الناس لو في حد يعني عطت مركز معاك في التفاصيل دي كلها هيب عارف الروتين بتاعك وعارف اه اه سين ده بيجي كل مسلا يوم كزا وبيركن في نفس المكان وعربيته كزا فبلاشا ونخلي الخروج من البنوك والدخول لها سريع كده وننجز وما تركنش جنبه حاول كده في نوع من ايه من التمويه يعني ما تبقاش مباشر قوي طيب ولو جالك مثلا اه فردة او فردة كويتش وانتو سايقين نامت وسايق بالليل او سايقين بالليل نعمل ايه اول حاجة لو قدرت تمام؟ تمام؟ نقف في حتة منورة وفيها ناس اوكي؟ دي اهم حاجة ان انت لما تقف بالليل تقف في حتة فيها انارة حاول طبعا حسب الظروف وحسب المكان اللي انتو فيه ولكن دي واحدة من الحاجات المهمة يعني لو كويتش لسه فيه شوية نفس اعرق كده بيه اعرقوا بيه واحدة واحدة الحتة نورة وبتاعها لو انتو مش عارفين تعملوا حاجة في العربية خالص بيبقى تقفلوا العربية وتشيلوا منها كل حاجة ظهرة تتحط في الشنطة وما انصحش ان انت تاخد الحاجة وتحطها في الشنطة برضو دي واحدة من الحاجات المهمة قوي انو الشنطة بتاعتك خلي محتويتها من ساعة لما تسيب بيتك او مكانك اللي انت طالع منه والرحلة دايما تبقى الحاجات المهمة في الشنطة ورا ما تبقاش بينة من الاساس او يشوفوك انت بتنقلها اوكي؟ ما يضرش برضو الناس تبقى ايه مركزة فاللي حصل لك ظرف بالعربية نحاول نقف في حتة واضحة والانوارة بتاعتها كويسة لو مش عارف تتصرف في الكاويتش بتاعك يبقى في الحالة دي تقفل وتسيب العربية في امان على قد ما تقدر وخلاص يمكن اكتر حاجة باشوفها هي الاهمال ان الناس بتسيبوا متعلقاتها جوه العربية مكشوفة جاكتات حوامل موبايل حاجات كتير قوي بيستهتروا بيها لكن ممكن تتاخد ويكسر عليها ازاز حصلتلي قبل كده مش في العربية دي واحد اخد الحامل كان هو في الكاب هولدر وسايبه ما فيهوش حتى موبايل بس كسر ازاز عشان ياخد الحامل فكلفك ازاز كلفك عكنانة كلفك حاجات كتير عويسيبك من تعمل الحامل فبرضو الحوامل اللي بيحس انها اللي هما الصوارين احسن المشبينين في الحتة بتاعت التكيف مثلا انا شخصيا دايما موصل التليفون على ابل كار بلاي وما بيستخدمش غيره خالص ما بيجيش جنبه اصلا ولو انا اتحسيت ان انا يعني عايز اعمل كده بقف او عايز اخد اتجاهات بقف خالص واشوف اتجاهات عشان تعرفوا انا شخص تايه اصلا يعني السنس اوف دايركشن زي ما بيقولوا عندي تحت الصفر وهو لو مكنش جوجل انا كنت تهان فدايما مستلا بقاش عارف المكان اللي انا رايحه وبقف خالص بقى عشان اركز كده واصفي الدماغ وبحارف انا رايح فين بس دي شوية درداشة ارجو انها تكون فادت او ما فادتش ياريت تكون فادت بس ياريت الحزام وبلاش السكاتة وبلاش التليفون يلا لو عجبكم الكلام ده عملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم شكرا